تقيم محمد صلاح بعد مشاركته في فوز ليفربول على منشست السيتي حيث شارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام منشست السيتي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب وينبلي والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين محمد صلاح شارك في المباراة كأساسي من البداية وحتى صافرة النهاية وخاض تسعون دقيقة وقدم أداء متوسط وحصل محمد صلاح على تقييم ستة فاصل ثلاثة من عشر وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بجانب فابينيو فيما حصل سدي يوماني والذي سجل ثنائية على أعلى تقييم بثمانية فاصل ثلاثة وفقا لما ذكرته شبكة سوفيسكو العالمية حيث سدد صلاح تسديدة واحدة على المرم واثنتان خارج المرم وراوغ مرتين صحيحتين من أصل ثلاث وأهضر فرصة كبيرة واحدة ولمس صلاح الكرة ثمانية وثلاثون مرة وجاءت نسبة دقة تمريراته بنسبة واحد وسبعون في المائة وفاز في اثنان من عشر بالمواجهات الأرضية وفاز في واحدة من أربعة بالارتقاءات الهوائية وارتكب خطأا وحيدا ووقع في التسلل مرتين موسيقى